الأمثال الشعبية يا سلام أجدادنا لما كانوا في عز المعمى عسابوا اللي في إيديهم طلعوا وراء وقلم وقرروا يقعدوا يوزنوا الكلام ويعملوا له قفلة ويتعبوا روحهم ليه؟ عشان نفسهم؟ لا طبعا هم ما لبسوا خلاص علشان نحن عشان راحتنا وساعدتنا واستقرارنا مستقبلنا اللي بعد كده دون ما سابوش حاجة حضرتك إلا وجابوا قرارها حتى أكتر الحاجات البديهية اللي يمكن برضو حد مش وقت بقى له ولا حاجة أو كان بايت برة مثلا ولا ظروفه كانت ملخبطة عملوا أول فئة من الأمثال هتكلم عليها النهاردة وهي الأمثال البديهية العين ما بتعلاش عن الحاجب لللي مش عارف يا جماعة العين ما بتعلاش عن الحاجب ها بنكتبها وتبقى مثل وتتوصف صحيح المناخير والبقء برضو ما بيقولوش عن الحاجب بس ده مش موضوعنا أما بقى لو هم قصدوهم المعنى المجازي إن يعني المقامات محفوظة وكده وبتاع فأكيد يعني إن العين أعلى مقام جدا من شوية الشعر اللي فوقيها دول تعلو نص يعني لو حبت يعني المثل ده مضروب لفظا ومعنى بصراحة أو يقولك مثلا الدم عمره ما يبقى مية دي حقيقة علمية على رأسي من فوق بصراحة يعني ولا أي حاجة تانية ممكن تبقى مية بالمناسبة يعني التلي عمره ما يبقى مية السحلة بعمره ما يبقى مية الجوس عمره ما يبقى مية مش تمييز كبير يعني وده ياخدنا المثل تاني نفس القطعية اللي هو اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار بجد مع إن الفرق بينهم مش كبير يعني واحدة مبلولة واحدة محروقة عارف في الملموم واللي بيشرب شاي خفيف مش زي اللي بينامه النور مولع أو اللي بيحب الشوكولاتة مش زي اللي بيحب بنخالته احتمالات لا نهائية بقى نعقد نقول كده أو يقولك مثلا صوابعك مش زي بعضيها لا يا رجل على أساس إن صوابعك أنت اللي زي بعضيها يعني أنا الواحد اللي كده إنت برب يعني صوابعك صطر واحد بلاستيك إنت بتعيرني حاجة مستفزة برضو إنك تبدأ تنظر وتفتي بمعلومات بداية بالمنظر ده بس ما عليش برضو إحنا بنقول إيه كل دي سنقول أمثال بديهية جات في اللذيذ وبنحتاجها على فكرة ساعة أنا ساعات ببص على صوابعي أقول إيه ده سبحانه دي ميزاي بعضيها أقول الناس دي كان عندها حق صوابعك ميزاي بعضيها فيه كمان بقى نواية تانية من الأمثال العجيبة اللي في تراصنا وهي أمثال المصلحة جاية دول وحشين قوي إن وقع بيت أبوك خدلك منه قالب بغض النظر عن الرسالة اللي انتهي إزاي القذرة أخد قالب أعمل بيه إيه ينفع؟ أو إن جالك الطفان حط ابنك تحت رجليك يا يا ساتر مفيش أحقر من كده اللي إنه يقولك مثلاً إن جالك الطفان حط ابنك التخين مثلاً تحت رجليك عشان تعلق شوي صغير يعني حطمت معنوياته وكمان هتفعصه برجليك وغالباً على الفاضي يعني النص متر دول مش هينقذوك ده ده طفان هتغرق وهتغرق وهتموت وإنت واطي أو مثلاً إيه أربط الحمار مطرح ما يقولك صاحبه هو صاحبه مكسح عاجز مشلول ما يربطه بنفسه طالما هو بيكي قوي وتانك كده في أماجر ربطه حماره يقوم يشتغل في نوع تاني بقى أوحش بكتير اللي بسميها الأمثال الإجرامية ها دي أسوأ من المصلح الجاية طبعاً لأن دي مجرد ما إنك تقول المسأل بس دي تبقى جنحة يطلع على لسانك يقولك تغدى بيه قبل ما يتعشى بيك ده مسأل لأكل الحم البشر والزومبيز مش للبني أدمين طبعاً الطبيعيين خالص طبعاً الأضمن كمان إنك تفتر بيه قبل ما يتغدى بيك خليك أنصح منه بقى أو تعشى بيه الليلة اللي قبلها قبل ما هو يتصحر بيك نقعد بقى إيه نلف في الدايرة دي نرجع كده الورا لغاية ما نجيب أول السنة وفيه كمان اللي تعرف ديته اقتله كده بدون دافع شر مطلق كده طب وده يبقى موقفه في القضية يبقى عامل إزاي ده مفيش سبب واضح للقتل مفيش موتيف مفيش مصلحة هيثبت الجريم عليه يعني هيقول إيه يعني مثلاً يقول له قتلته ليه لا لا والله سيادتك أنا كنت لسا قابضه وفاضي قاعد في الشغل ومفيش حاجة عرفت ديته فقتلته كده أو مثلاً على رأيي المثل إن سرقت اسرق جمل ده بقى الحرام الغبي بعينه أولاً مش يعرف يسلكه من صاحبه لو عرف مش هيقدر يهربيه بسرعة لقى جمل حتى لو ركبوا الجمل بطيء ورخم فهيخبيه فين؟ إيه النصيحة الوحشة دي يقولك مثلاً إضرب المربوط يخاف السائب طب وليه اللفة دي ما تضرب السائب على طول يعني المربوط مفيش منه خطر أو ضربهم هما الاتنين واخلص يعني لو أنت جامد بقى بعدين هو هو إيه الكائن اللي مربوط؟ ليه الغموض ده؟ ما تفهمنا؟ فهمنا هو إيه عشان نفهم طبيعته وقوته ونفهم هينتقم إزاي ده أنا هضربه فهمني؟ ده بيودينا بقى الأمثال أنا بسميها أمثال إصابات الملاعب ضربه لعور على عينه قال خسرانا خسرانا ما تركزش يعني هو احتمال لكون ضربوه على السليمة بس هي بتتحط في إصابات الملاعب أو مثلاً إيد لوحدها ما تسقفش يعني أنت بتغيزوا مثلاً إيه البواخة دي؟ طب هيصفر، هيزغرط هيتصرف يا رخم إن وحدها ما نفقم فيه ما لكش دعوة أو هبلة ومسكوها طبلة أمالها هيمسكوها إيه؟ هيمسكوها حسابات شركة مأولاد؟ ما هي هبلة؟ خايفين على الطبلة كده ليه يقولك يا خابراب يا دي هبلة ومسكوها طب ما تسيبوها طب لا طبعاً إحنا عندنا شوية أمثال طلاصم غير مفهومة خالص زي أحمد زي الحج أحمد ده أنا معرفهمش ومش مهتم بصراحة يعني قادي السمواد الأرض أيوة؟ علا ده خلص المثل كده أوكي أو خد من عبدالله واتكل على الله طب على أقل قول لي عبدالله معا إيه؟ هاخد من عبدالله بس ديني هنت أو خالتي وخالتك وتفرقوا الخلات ما يعني أنا شاف أجامعة دي حاجة طبيعية ولازم كل واحدة تروح لبيتها وعيالها برضو لإني يعني أفهم الوقت تتأخر ويتفرقوا الخلات أكيد في يوم من اليوم أو يقولك مثلاً الاسم طوبة والفعل أمشير أهلاً وسهلاً الاسم أحمد أمين والفعل ممثل يعني مش معنى أنك صغط لأي كلام ده بشكل فيه قفية ومتستف ورنان إن أنا كده اشتريت كفاية تضليل بقى أنا طول عملي باس معجوم نيد فلان ده هو اللي حرك المايا الراجدة وافتكري إن هو عمل شغل جامد في حين إن أسهل حاجة في الدنيا إنك تحرك ميا راجدة طوبة وتخلص الموضوع أو مثلاً اللي بيحط صوابع العشرة في الشق كده يأس يعني ده ده زهق يعني إيه معناه ما تعمل حاجة مفيدة كده حلّك مشكلتك حطت صوابعك العشرة في الشق بالعكس يا ابني أنت كان عندك مشاكل وصوابعك في الشق إيه أنت كده مزنوق ومش عارف اللي تروح ولا تخلع ما تعملش دي يعني الناس عاملين اللي عليهم وزيادة حتى الميا الراجدة يا أخي والجرية ما سابوهاش الأمثال ما خلتش الأجداد بصراحة عاملين معانا أحلى واجب وقايدين صوابعهم العشرة شمع علشاء ثانية واحدة هو إيه حكاية صوابعهم العشرة شمع دي كمان هل عشان صوابعنا بإزاي معضيها إيه فقرة الساحر دي ابتزاز عاطف رخيس اشتركوا في القناة